مرحبا بهذا الفيديو حبيت ارجيكم على هاي الممسحة يلي طلبت من النات هاي العلبة هلا الكارغو سلمنيها وقلت لح افتحها جمكم وارجيكم الزميحة اولا هاي ممسحة المغناطيس تبع البلول اشتريتها من موقع ترنديول هي كان سعرها 250 ليرة بس انا اشتريتها ب100 ليرة ان كانوا عاملين عليها عارض رح حطولكم رابط الموقع بسندوق الوصف هلا لح افتحها جمكم لح افتحها من هذا الجنب مشان الفاتورة ما تنشأ لان ممكن تطلع مزاريفة واضطر ارجعها لان هذا الموقع اللي اشتريتها من عندهم بيعطيكي 15 يوم اذا ما عجبك الغرض فيك ترجعيها هاي لالبة تبع الممسحة وهذا الكيس في بقلبه قطع مشان المساحة هاي المساحة هيك شكلها بيجي متل المسلس وهو شوية تقيل في اشكال تانية ارخصة بتيجي مربع مستطيل بس هاي حسيتها احسن مشان تنظف الزوايا وهي الدائرة مشان تعيري الممسحة على حسب سماكة البلور تبعي مثلا في بلور بيكون رئي وفي بلور بيكون دبل بتعيريها على حسب البلور يلي عندي وهي السفنجة السوداء بتكبسي عليها انتي عم تمسحي مشان تطلع لك معجون اكتر وهذا الحبل مشان تحطيه بيدك مشان ازا وقت الممسحة من بره ما توقع لتحات مثل ما شايفين كتير فتحة صعب المغناطيسة كتير قوي فعطين هي قطعة البلاستيكي بقلبه مشان وقت تفصليها يكون سهل فصلة هون حابطين قطعت سيليكون مشان تنشفي الشباك بس تخلصي وهد لون السفنجات مشان تلايفي الشباك بالاول ومشان ازا بدك تغسلي السفنجات وبدك تغيريهم بتفكيهم بهي الطريقة من هاي القطع السوداء بتقلبيها وهيك بتحسني تشيليهم هون بهذا الكيس حاطين قطع زيادة قطعتين من تبع السيليكون مشان تنشفي البلور ومعهم قطعتين من هاي السفنجة الكبيرة واربع قطع من هدلون السفنجات الصغار وجاي كمان هدلون القطع السود بلاستيك يلي مسبتة فيهم السفنجات جاي منهم اربع قطع شوفوا قدي المغماطيس طبعه قوي رفعت القطع الثاني اللي عنده تمام هلا لح امسح البلور شرمكم وقريكم ازا بيستاهل سعره او لا هلا اول شي بتجيبي علبة فيها مي نظيفة بتحطي الممسحة بقلبها مشان السفنجات ينبلوا وهي القطع الثانية كمان لحطة بالمي وبعدين بتحطي عدس فنجة معجون وبتفركيهم هيك ببعض هلا هاي القطع اللي فيها الحبل بدنا نحطها جيه هاي اللي برا ولاحط الحبل هيك بايدي لح اعمل معكم شبابيك غرفة القعدة بصراحة صلي سنتين ما عملت الشبابيك من برا لان انا بالطابع الخامس والشبابيك كتير عالين فبخافضوا اخوه على تحيد صلي سنتين ساكنينا بهذا البيت اول ما سكنت زوجي ساواهم من برا وانا عملتهم من جوا ومن وقتها ما بعملهم ابدا من برا بس من جوا بمسحهم ما بعرف اذا على الكاميرا نبين معكم قدي هنا موسخين من برا فان شاء الله تكون هاي الممسحة الظريفة وتحل المشكلة هلا هاي القطع لحطها على جهة البلور اللي برا الحبل حاطته بايدي وهاي القطع من جوا لازم تكون لحطهم هيك على بعضهم بعدين من هاي الدائرة لحعيرها على حسب سماكة البلور تبعي هلا من ليف البلور هيك هلا بعد ما خلصنا تليف البلور بدنا نشفه بهاي القطعة السيليكون اللي مرشيتكم اياها لازم تكون الممسحة الجهة العريضة من فوق مشان نشف البلور هلا بس تخلصي بتشيليهم تمسحي الزاوية مثل ما لكم شايفين كتير زريفة وسهلة هلا لح اعمل معكم الشباك التاني شايفين قدي عالي ما لح احسن ساويه اطلع لبرة واملوا من فوق لتحت فهين ممسح كتير عجبتني هلا لح اعملوا معكم شايفين 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا